الأمور ماشية بشكل إيجابي الاستعدادات سواء بالنسبة للفرقة على صعيد المباراة المحلية أو المباراة الأفريقية وهي المباراة الأهم مباراة أرتا سولار فبالتالي الراجل أسوريو مركز كل التركيز على هذه المباراة بيفكر طبعا في مباراة المقاولين بكرة في الدوري وهي مباراة مهمة لكن التفكير الأكبر نحو مباراة أرتا سولار وبصراحة عنده حق الدوري يتعوض أو يعني التعصر في مباراة الأتنين في الدوري لو حصل بتقدر تلحق نفسك في نفس البطولة لكن خروج أمام أرتا سولار هيكون كارسي والراجل مدرج جدا 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 أهمية التأهل مدرج كده تماما فبيشتغل أه بيفكر أه ومركز في حتة إيه ماتش أرتا سولار بالتالي أنا لازم أتكلم معكم في بعض الملامح المهمة الخاصة بقائمة اليوم إيه اللي تتطابق جدا مع الكلام اللي احنا بنقوله لحضراتكم النهاردة قائمة نادي الزمالك في حراس المرمة ده طبعا لمباراة الغد أمام المقالولة العربة محمد عواد ومحمد صبحي في خط الدفاع حسام عبد المجيب بيعود وهقول لحراتكم بالضبط إيه الكواليس اللي حصلت النهاردة في التمريد حاتم سكر موجود محمد عبد الغني مصطفى الزناري محمد طارق محمد عبد الشافي نعرض القائمة جماعة الشاشة في الوسط محمد حسام بيسو عمر السيسي محمد أشرف رؤى إبراهيم أنداي زي ما حالكم شايفين كده يوسف إبراهيم أوباما سيد عبد الله نمار ومحمود عبد الرازق طبعا شي كابالة وزيزو بيعود ومصطفى شلبي مستمر وأحمد عبد الرحيم إيشو وفي الهجوم سيف الدين الجزيري وناصر منسي إيه اللي حصل بالضبط مع حسام عبد المجيد النهاردة جماعة بالتحديد تعال لي بقى يا أحمد بالتحديد في المران أمام كل اللاعبين اعتذر حسام عبد المجيد لأسوريو واللي ساعد في هذا الاعتذار كابتن فريق شي كابالة أو اللي هيئ الأجواء اللي ليها علاقة بأن اللاعب يقدم اعتذاره بعد اللي عمله في أو قبل مباراة بيراميد لما عارف أنه خارج القائمة فساب الفرقة ومشي وروح وكلام من ده وقال لك حجة مختلفة الله أعلم وصحيتها لكن في كل أحوال كابتن عبد الواحد السيد اللي بيثبت أنه هو مدير كورة محترم ومميز جدا وقع عقوبة 200 ألف جنيه فاعتذر حسام عبد المجيد ليه أسوريو وقال له أنا باعتذر وأنا متقبل أي عقوبة وأنا مش هقرر اللي حصل مني ده تاني فتقبل أسوريو واعتذر وقال له بالحرف أنا بحبك كلعيب كورة مميز لكن مثل هذه التصرفات هتخرجك تماما من حساباتي تماما فبالتالي ركز مع الفرقة احترم قرارات الجهاز الفني وده الطبيعي اللي المفروض يتمتع به أي لعب فأي ناتي ده الطبيعي فبالتالي عودة حسام عبد المجيد مش مجرد دخوله للقايمة فقط للمباراة المقاولين بكرة لكن مش هتتفاجئ أو متتفاجئش لو لقيته بيلعب أساسي أو ليه دور في المباراة أنا بقول لحضرتك فيه اهتمام كبير جدا من أسوريو أنه يرجع حسام عبد المجيد في المباراة فأوارد جدا أنه هو يكون موجود بكرة وممكن يكون ليه دور في مباراة المقاولين العرب فدي قصة بتاعت حسام عبد المجيد وعقوبة واتفرضت عليه أو عقوبة وموجود عليه لكن ده ما يمنعش أبدا في حالة الاحتياج لللاعب فنيا أنه يكون موجود دي حاجة إيجابية لغاية وده فكر احترافي وأنا هنا لازم أشيط كل الإشياء ده بصراحة بالكابتر عبدالواحد السيد الراجل ده الراجل ده أنا لا توصلت معايا ولا ليه علاقة بيه أنا بتكلم بالله أنا بشوفه ده طبيعتي دايما الراجل ده بيشتغل شغل صح لأن فيه ناس اتحايلت عليه ما عليش تشيل المتين ألف جنيه كبيرة على الولد لسه صغير مش عارفه هقال له مفيش هزار لكن لو مدرب عايزه فنيا يلعب مفيش أي مشكلة خالص واللي مساعد الكابتن عبدالواحد السيد الإدارة الحالية وهو ده الشغل الصح حتى لو إدارة مؤقتة أو لجنة مؤقتة كل واحد واختصاصه كابتن عبدالواحد السيد واخد كل الصلاحيات في ملف كرة القدر وأي عقوبة بيقرها أو أي عقوبة بيفرد على اللاعبين أو أي حاجة بيطلبها فالناس المسؤولة في نادي الزمالك حاليا وهمها مغمضين موافقين بيعتمدوا هو ده الشغل الصح هو ده اللي يساعد في خلق نوع من أنواع الاستقرار في الفرقة فدي جزئية غاية في الأهمية فالكابتن عبدالواحد السيد أنا في وجهة نظري حتى لو رحل الجهاز الفني الحالي اللي أكيد فيه برضو عناصر مميزة حتى لو ربما يستمر هذا الجهاز لازم أن الكابتن عبدالواحد السيد يكون موجود لأن أنا بشوف أن الشخصية دي تتناسب في هذا المركز أو هذا المنصب الحساس جدا في أي نادي في مصر بالتحديد في مصر فدي حاجة من حاجات الإجابية بصراحة بخلاف حسام عبد المجيد وجهزيتهم موراة الغد النهاردة يعني تم التأكد من جهزية عواد للمشاركة في المباريات فيه احتمالية كبيرة أنه يشارك في مطش بكر النهاردة كان فيه محاضرة المحاضرة دي ما أعلنش فيها أسوري وحيلاعب عواد ولا صبحي صبحي الآن أنه مركزه يروح ولو راح المركز منه أو لو راح اتحراصة المرمى منه في الفترة حالية في نادي الزبايك فهو اللي يتسئل على كده لأنه هو المستوى تراجع رغم من كلنا مكررين أنه هو حارس جيد طبعا لكن من الوارد وزي ما قلت حالتكم برح النهاردة في المحاضرة ما حصلش حاجة ما قالش مين اللي هيلعب ما حدش عارف عواد ولا صبحي بس عواد دخل حسابات بقوة وممكن تلاقيه في مطش بكرة لو مش مطش بكرة حيبقى مطش أرتسولار بالتالي دي برضو نوع من أنواع أو ده نوع من أنواع عرف العدالة بين اللاعبين ده بيبقى مطلوب جدا من أي جهاز فاني عدالة خلق نوع من أنواع العدالة بين اللاعبين فلو لعب عواد أنا واسق أن عواد ممكن يظهر بشكل مميز ليه؟ لأنه حيعرف أنه لو مستوى مش قد كده حيرجع صبحي فده المركز أكتر مركز حيبقى فيه جدا جدا في نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة عمر جابر وهنا الناس بتسأل على قرار استبعاد بعض اللاعبين رغم تقلقهم في مورات بيرامت للأمانة الشديدة عمر جابر عمل مورات كبيرة أو في ماتش بيرامت دونجة لما نزل كمؤثر حمزة المسلوسي الراجل قال عليه كمان أحسن مدافع في مصر لهو أسوريو قال على حمزة المسلوسي أحسن مدافع في مصر وهو مدافع جيد التلاتة خير قائمة نادي الزمالك ده إن ده اللي يدل عليه يدل على الكلام اللي احنا قلناه لحضراتكم في بداية كلامنا عن نادي الزمالك أن أسوريو بيفكر في ماتش أرتا سولار وهو أتكلم مع سولاسي ده بالتحديد وقال له مجمعها ليش معنى أن انتو برا ماتش المقالين بكرة أن أنا بعقبكم على المستوى الجيد اللي انتو عملتوه في ماتش بيرامتز أنا شايلكم لأهم مباراة لنا في المرحلة الحالية وهي مباراة أرتا سولار فإن شاء الله هتكونوا موجودين معايا عشان عايز منكم كل المجهود بتاعكم في ماتش أرتا سولار وكل الجاهزية عشان دي المباراة الحاسمة بالنسبة لنا أو بالنسبة لجمهور نادي الزمالك في المرحلة الحالية ده تفكير محترم رغم أن فيه ناس تانية تقول لك الله تب ماتش مقاليو ماتش صعب فيرة المولين تقيلة مش عارف إيه كلام من ده حتى لو خسروا ماتش الأمام قدام بلدية لكن فيرة محترمة طيب ما حممكن نخسر إحنا كنادي الزمالك ممكن نتعادل نتعصر تاني في انتلاك بطولة الدوري حيبقى صعب لكن الرجل بيشتغل بشكل وقعي وفكرة عملي لأن الدوري تقدر تلحق نفسك فيه حتى لو خسرت ماتش اتنين ثلاثة لكن أفريقيا بعد هزيمة مفاجأة في مرات الزمن قررت يا سولار وقالت إنك متعاشر تعود لو ما قدرتش أو ما قررت إيه ده انت مش هتعف تعود أو مش هتكمل البطولة لو ما كسبتش ثلاثة هنا فدي جزئية غاية في الأهمية بيركز عليها كل رداء السبب الحقيقي وراء استبعاد هذا السولاتي المميز خلال المبراء الماضي